فقرأوا ما تيسر من القرآن سبحانه وتعالى القبول لنا ولكم نستكمل اليوم إن شاء الله تعالى قراءة سورة البقرة الوجه الثامن عشر ونبدأ من الآية مئة وثلاثة عشر وقالت اليهود في كلمة وقالت أرققوا الواو وأكسروا التاء وقالت اليهود في كلمة اليهود أمدوا الواو حركتين ليست النصارى أيضا كسروا التاء في آخر كلمة ليست النصارى نرقق النون الخطأ أن نقول النصارى الصحيح النصارى على شيء في كلمة على أمد الألف حركتين في آخرها مدى طبيعيا في كلمة شيء أحرص على عدم تحريك الياء بعض الناس يقول شيء شيء في آخر كلمة شيء تنوين أضغمه بغنة في الواو التي بعده بحركتين شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كل هذه الكلمات سبق الكلام فيها شيء وهم يتلون في آخر كلمة وهم ميم ساكنة أحرص على إعطائها بعض الزمن حتى لا تتحرك إذا قرأتها بسرعة ستقول وهم يتلون فتتقلقل الميم وهذا خطأ يتلون أحرص أيضا على عدم تحريك التاء لا أقول يتلون كما أمد الواو حركتين مدى طبيعيا الكتابة فيها كسر الكاف لا أقول الكتابة الكتابة كما أقلقل الباء إذا وقفت أقول وهم يتلون الكتاب إذا وصلت فلا تكون مقلقلة تقول وهم يتلون الكتاب كذلك في كلمة كذلك مد الألف حركتين بعد الذال كما أحرص على كسر اللام كذلك قال أيضا الخطأ هو تفخيم اللام يقول قال قال الذين لا يعلمون في كلمة يعلمون نوسط العين ولا نحركها لا نقول يعلمون يعلمون بإعطائها بعض الزمن مثلا أحرص في كلمة مثلا على كسر الميم وإعطاء الثاء بعض الزمن حتى لا تتحرك لا أقول مثلا مثلا قولهم فيها كسر اللام فالله في هذه الكلمة الخطأ هو تفخيم الفاء يقول فالله الصحيح فالله يحكم فيها همس الحاء بينهم يوم القيامة فيما كانوا في كلمة كانوا نمد الألف والواوا حركتين لكل حرف فيه يختلفون في كلمة يختلفون الحرف المفخم فقط هو الخاء فالخطأ أن نقول يختلفون الصحيح يختلفون أحرص على عدم تفخيم الياء المفتوحة قراءة الآية كاملة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الآية مائة وأربعة عشر ومن أظلم في كلمة أظلم أحرص على عدم تفخيم الهمزة أو اللام الخطأ أن نقول أظلم الصحيح أظلم الحرف المفخم فقط هو الض في آخر كلمة أظلم ميم أخلصها من الميم التي بعدها أقول أظلم ممن في كلمة ممن غنة الميم الثانية حركتين وإضغام النون الساكنة في آخرها بغنة بحركتين في الميم التي بعدها أقول أظلم ممن منع مساجد فيها كسر الجيم الله أن يذكر إضغام النون الساكنة بغنة بحركتين في الياء التي بعدها كما أحرص على عدم تحريك الذين لا أقول يذكر يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها في كلمة خرابها فيها تفخيم الخاء والراء والألف المدية بعد الراء كما أحرص على كسر الباء خرابها ومد الألف في آخرها أربع حركات لأن بعدها همزة أولئك فيها مد الألف في وسطها خمس حركات مدى واجبا ما كان فيها مد للألف في كلمة ما وفي كلمة كان حركتين لكل حرف لهم أن يدخلوها إضغام النون الساكنة بغنة بحركتين في الياء التي بعدها يدخلوها فيها قلقلة الدال مع مد الواوي حركتين ومد الألف في آخرها أربع حركات لأن بعدها همزة إلا فيها كسر الهمزة وتحقيقها مع تشديد اللام ومد الألف حركتين إلا خائفين فيها تفخيم الخاء والألف المدية بعدها مع مد الألف خمس حركات مدى واجبا وتحقيق الهمزة إلا خائفين لهم في الدنيا في آخر كلمة لهم ميم ساكنة بعدها فاء في أول كلمة في وهنا أحرص على إطباق الشفتين في الميم حتى لا تختفي في الفاء أقول لهم في الدنيا في كلمة الدنيا تشديد الدال مع عدم تحريك النون الخطأ أن نقول الدنيا لأنها ساكنة الصحيح أن نقول الدنيا خزي ولهم في كلمة خزي أحرص على كسر الخاء خزي ولهم في آخر كلمة خزي تنوين أدغمه بغنة بحركتين في الواوي التي بعده في الآخرة في كلمة الآخرة مد الألف في أولها حركتين مد بدل كما أفخم الخاء والراء وأحرص على ترقيق التاء في الآخرة عذاب عظيم في كلمة عظيم أرقق العين وأفخم الضاء الخطأ أن نفخم العين أن نقول عظيم الصحيح عظيم قراءة الآية ومن أظلم ممنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الآية 115 ولله فيها كسر ألا المشرق أحرص على عدم تحريك الشين لا أقول المشرق المشرق والمغرب في كلمة المغرب ليس فيها مفخم إلا الغين فلا نفخم الميم لا نقول المغرب هذا خطأ الصحيح والمغرب فأينما تولو في كلمة تولو فيها تشديد اللام مع مد الواوي في آخرها حركتين فثم غنة الميم حركتين لأنها مشددة واجه فيها قلقلة الجيم الله إن الله غنة النون حركتين لأنها مشددة واسع عليم في كلمة واسع أحرص على كسر السين قراءة الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولو فثم واجه الله إن الله واسع عليم الآية 116 وقالوا نبهنا كثيرا على عدم تفخيم اللام لا نقول وقالوا وقالوا اتخذ الحرف المفخم الوحيد فيها هو الخ وبقية الكلمة مرققة كما نحرص على عدم تفخيم التاء لا نقول اتخذ اتخذ الله ولدا سبحانه في آخر كلمة ولدا تنوين نخفيه بغنة بحركتين لأن بعده حرف السين سبحانه فيها قلقلة الباء ومد الهائ في آخرها حركتين مد صلة أقول سبحانه بل بل له طبعا فيها إضغام اللام في اللام ما في السماوات والأرض في كلمة ما مد الألف حركتين السماوات فيها ألفان أمدهما حركتين لكل حرف والأرض نبهنا على ترقيق اللام وترقيق الهمزة لا نقول والأرض الصحيح والأرض كما نفخم الضاد ولا نقلقلها الخطأ أن نقف عليها بالقلقلة فنقول والأرض هذا خطأ الصحيح والأرض كل له في آخر كلمة كل تنوين أضغمه إضغاما كاملا في اللام التي بعده له قانتون في كلمة قانتون أحرص على كسر النون قراءة الآية وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون الآية 117 بديع السماوات والأرض سبق الكلام في كلمة السماوات والأرض وإذا قضى في كلمة وإذا أكسروا الهمزة وأحققها وأمد الألف في آخرها حركتين قضى في آخرها ألف أمدها أربع حركات لأن بعدها همزة في كلمة أمر أحرص على ترقيق الهمزة والميم كما لا أحرك الميم لا نقول أمر الصحيح أمر في آخر كلمة أمرا تنوين أخفيه بغنة بحركتين لأن بعدها حرف الفاء أقول أمرا فإنما في كلمة فإنما غنة النون حركتين لأنها مشددة ومد الألف في آخرها حركتين مد طبيعيا يقول له نخلص اللام في آخر كلمة يقول من لام في كلمة له كن فيكون إخفاء للنون الساكنة بغنة بحركتين لأن بعدها حرف الفاء قراءة الآية بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الآية 118 وقال الذين لا يعلمون سبق الكلام في كل هذه الكلمات لو لا فيها مد الألف حركتين يكلمنا فيها لام نشددها ونكسرها الله أو تأتينا في كلمة تأتينا أحرص على عدم تحريك الهمزة وأمد الياء حركتين تأتينا في آخرها ألف أمدها أربع حركات لأن بعدها همزة آية أمد الألف في أولها حركتين مد بدل آية كذلك في آخر كلمة آية تنوين أخفيه بغنة بحركتين لأن بعدها حرف الكاف كذلك قال الذين كل هذه الكلمات سبق فيها الكلام من قبلهم إخفاء للنون الساكنة بغنة بحركتين لأن بعدها حرف القاف قبلهم فيها قلقلة الباء وفيها إضغام للميم الساكنة في آخرها في الميم التي بعدها بغنة بحركتين أقول كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم بعد كلمة قولهم وقف لازم تشابهت قلوبهم في كلمة قلوبهم أرققوا اللام قد قلقلة الدال بينا فيها ياء مشددة ومفتوحة أحرص على تشديدها ولكن لا أبارغ لا أقول بينا بينا التشديد على النون فتغن حركتين الآيات فيها مد الألف في أولها حركتين مد بدل والألف الثانية حركتين مد طبيعيا لقوم يوقنون في آخر كلمة لقوم تنوين أدغمه بغنة في الياء التي بعده يوقنون فيها كسر القاف قراءة الآية وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون الآية 119 إن فيها كسر الهمزة وتحقيقها وغنة النون حركتين ومد الألف في آخرها أربع حركات لأن بعدها همزة أرسلناك فيها ترقيق الهمزة فلا يجوز أن نفخمها أو نقول أرسلناك كما نحرص على إظهار اللام بعض الناس يخفي لام الفعل الساكنة يقول أرسلناك هذا خطأ الصحيح أرسلناك بالحق فيها كسر الباء وترقيق الحاء بشيرا فيها تنوين في آخرها أدغمه بغنة بحركتين في الواو التي بعده بشيرا ونذيرا أيضا كلمة نذيرا في آخرها تنوين أدغمه بغنة بحركتين في الواو التي بعده أيضا أقول ونذيرا ولا تسأل ولا تسأل أحرص على عدم تحريك السين لا أقول تسأل عن أصحابي في كلمة أصحابي أحرص على ترقيق الحاء والألف المدية بعدها وأحرص أيضا على كسر الباء الخطأ أن نقول أصحابي الصحيح أصحابي الجحيم فيها إخراج الجيمي من مخرجها بعض الناس يقول الجحيم وهذا خطأ قراءة الآية كاملة إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قراءة الآيات كاملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم انتهينا بحول الله وقوته ونلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأرؤوا ما تيسر من القرآن اشتركوا في القناة شكرا! أفضل